أحبابي الكرام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعني والتقدوم غراب أسود على إزالة العلم الإسرائيلي من فوق مدخل أحد المستوطنات هذا الغراب يصر على اقتلاع العلم من الصارية كما تشاهدون في الفيديو ولا يخاف من صياح المصور بالابتعاد هذا الحدث الذي خلف صدمة مدوية خصوصا في الوسط الإسرائيلي لا يمكنه أن يمر مرور الكرام فالغراب مبعوث من الله سبحانه وتعالى ولا بد من فهم الرسالة أقول والله المستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لكم أبواب الخير ويغلق عنكم أبواب الشر أسألوا تعالى أن تكونوا في أمن وأمان في صحة وسلامة وراحة البال أسألوا الله تعالى أن يحفظكم من شر المنافقين ومن شر الظالمين ومن شر المشعودين ومن شر الساحرين والحاسدين والعائنين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى اللهم آمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين نعم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهذا الخراب بدأ منذ يوم أمس وسبق وأن قلت في أحد توقعاتي أن زوال إسرائيل لن يكون بالضرورة بسبب حروب مع المسلمين لكن هناك أمور طبيعية وترتيب رباني محكم حينما يحين موعد زوالهم وهذا المعاد موجود في وعد قطعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين في القرآن الكريم في صورة الإسراء وهو الذي قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رضتنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها فإذا جاء وعدوا لاقلة ليسوء وجواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا نعم هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار نعم نحب أن نقف عند كلمة بعثنا الله سبحانه وتعالى يبعت جنده سواء من الرجال أو الوحوش أو الطيور أو الريح أو القمل والضفاضع والطفان وغير ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا الغراب نعم هو الذي بعت هذا الغراب ولا بد أن نصحذر حينما بعث الله سبحانه وتعالى الغراب إلى ولد آدم ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه نعم ليعلمه كيف يدفنه في التراب نعم هو الذي أرسله الآن ليخبر بني إسرائيل أن زوالهم قد اقترب اقترابا نعم الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا نعم والله سبحانه وتعالى يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادم ركزوا عند كلمة فبعت الله غرابا وارجعوا إلى صورة الإسراء حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا يعني الله سبحانه وتعالى يبعث يبعث هذا الغراب وحينما يقول الله سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا نعم فالطيور هي عباد لله سبحانه وتعالى ويؤكد كلام هذا قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبحه نعم أحبابي كرام كل من في السماوات والأرض والطير كلها تصلي لله وتعبد الله نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا الغراب الله سبحانه وتعالى هو الذي بعت هذا الغراب حينما بعت الله تعالى هذا الغراب ليزيل العلم هذا الأمر ليس صدفة نعم حتى بني إسرائيل يعلمون هذا وقد خرج أحد علمائهم ليخبرهم بهذا أحباب الكرام أزوف تدג켜 أزوف تدגل بدخ當 عندما حصل어� أعوام 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 ماذا؟ أنا بألم אני بشוק ازוב את הדגל עורב הנרחיס עזוב את הדגל אני بشוק עורב עורב אני באלם אני בשוק עזוב את הדגל הלו הלו עורב הנרחיס הלו עזוב את הדגל אני בשוק עורב עורב أنا بألم أنا بشوك أحبابي كرام كما تابعتم هذا المشهد المصور يعبر عن خيبة أمله ويعبر عن صدمته ومهما حاول لكي يثني هذا الغراب بالهروب والابتعاد إلا أن الغراب يصهر على إزالة العالم الإسرائيلي بقوة نعم هذا الأمر تطلب مجهودا من الغراب وكان مسرا على هذا الأمر لتعلموا أنه مبعوت من الله سبحانه وتعالى بأمور من الله سبحانه وتعالى رسالة من الله سبحانه وتعالى نعم هذه الرسالة يجب أن نحسن الاستماع إليها نحسن قراءتها جيدا نعم وحينما كنا نقول نحن فعلا في آخر الزمان ندخل إلى عالم غير العالم الذي كنا نعيش فيه كل الأمور تتغير كل الأمور تتطور نعم هناك أحداث قادمة وهناك أهوال وأمور عظام لم نكن نبالغ أبدا نعم لم نكن نبالغ أبدا فهذه رسائل ربانية وما زلت أتذكر في مشاهد في بريطانيا أحبابي كرام ونحن نتكلم عن الغراب حينما اجتمعت الغربان في القصر البريطاني وكان سلوك الغربان غير السلوك المعتاد لهم وربما هذه القصة تعرفونها نعم كان هناك إجماع في الأوساط البريطانية على حدود شيء قريب نعم وكان أكثرهم يلمحون إلى موت ملكة بريطانيا نعم ولم تمضي إلا أيام حتى ماتت ملكة بريطانيا نعم ما زلت أتذكر هذا الأمر نعم فقط للتذكير نحن لا نتشأم ولا نتفائل بالغربان ولا طيارة في الإسلام نعم وإنما نحتاج إلى قراءة الرسائل الربانية جيدا وهي الرسالة التي فهمناها الله سبحانه وتعالى في كتابي العزيز حينما أرسل غرابا ليعلم أحد أولاد آدم نعم كذلك أرسل هذا الغراب في رسالة إلى المسلمين نعم فقط نحن نقرأ الرسائل الربانية فليس هناك شيء نقول عنه صدفة أو حدث عابر لا أحبابي كرام إن كان علماء بني إسرائيل استشعروا هذا الأمر وصدموا أحبابي كرام فهم يعلمون هذا ويعرفون هذه الأمور فكيف الحال بنا نحن المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وعقلنا لإدراك هذه الأمور ولقراءة هذه الأمور نعم أحبابي كرام ما أحوجنا إلى القصص فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر قصص الرسل والأنبياء فلم يذكر كل قصص الرسل فهناك رسل لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى هناك أنبياء لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى وحينما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يوسف فما أكثر قصص يوسف على سبحان الله لكن الله سبحانه وتعالى اختار قصة من القصص حينما ذكر قصة لقمان حينما ذكر قصة قارون هناك قصص كثيرة سبحان الله في الحياة الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى اختار منها لتكون لنا عبرة نعم وهذه الإشارة زوال العلم الإسرائيلي على يد هذه الغراب إنما هو قصة وعبرة لمن يريد أن يفهم نعم أحباب كرام الرسالة بالغة ألتقيكم في حلقة قريبة جدا ربما تكون اليوم بعد هذه الحلقة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته